اشتركوا في القناة 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 انت لعودة! من النظام التي تجد تلك؟ من النظام التي تجد تلك؟ من رفض الشرطان، ما رفضISH؟ من نظام؟ لماذا يتدرس؟ لحسن تقولون، من رفضل سنbringen؟ لماذا؟ لماذا؟ من رفضل سنجد~! من رفضل سنجد؟ اللي تحبتي عليها اللي تخذ عتيب كنت يبتين الساعة كنت تزمعها اللي تبتين مش حصير معنا مش حصير معنا انتهتشان هنا ايو ابي اكتبوا انه في يوم 5 مارس سنة 1986 وبمعرفتنا نحن رئيس نيابة الجيزة وبناء على طلب رقم 574 المقدم من اسم اول الجيزة بخصوص التبليغ عن حادث القتل بالمسكن رقم 24 شاء الربيع الجيزي قمنا بتوجيه الاسئلة الاتية لاحد العاملين بالمنزل اسمك و سنك؟ مسعد سعيد يابيه مسعد سعيد سن ستين سنة ستين سبه تعرف فيه عن الحادث يا ما موسك معرفش حاجه ابي انه داخل من باب الفيلا لقيتهم مقتلين ام وايه العرافك انهم مقتلين الدم كان بيقر من دماغه والست الهانم كان سايحة بدمه وانت قعدت اهزتهم لكن ما حدش رد عليه اه في حد تاني بالشغل معك هنا يا عموسعد ايو يا بيه الطباقة ودي بتروح الساعة تتعة والبواب ده موجود تقطه برا وانت قطك فيه تحت السلم يا بيه تحت السلم طبعا موسعد مين من الناس المترددين اللي بيجوا باستمرار يزوروا الجماعة هنا في البيت ناس كتير يا بيه زي مين يعني الاستاذ براهيم خطيب منارهانم مين الاستاذ براهيم ده ده قلتلك يا بيه خطيب منارهانم اصد يعني بيشتغل ايه في بانك يا بيه في بانك في بانك طبعا يا عموسعد انت معندكش حاجة تاني عايزته لهاني لا يا بيه متأكدة ايوة طبعا موسعد روح انت وابعاتي البواب هذا ايه اه ايه اخبار المعاينة واضح ان المجرم على السلم القتيلة اه طبعا اصدق ابن القاتل كان على معرفة جيدة في القتيلة اصدقك كده اخبار اكتك بعد اجراء المعاينة اللازمة قررنا استدعاء بواب العمارة لتوجيه بعض الاسئلة اصدقك 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 انت تعرف ايه عن الحادث ما عرفش يا بيه كل اللي عرفه النصحيت من النوم على سيخ نصعد بقول البيه والهان الماته بعد الحفلة ما شفتش اي حد غريب في الجنينة بصراحة يا بيه مش فاكر اصلي الدنيا ليل وكان فيه ناس كتير جوي وانا ما عشوفش بالليل يا بيه طب انت ما شفتش اي حاجة او حسيت باي دمشة في الجنينة بعد الحفلة ما خلصت لا يا بيه بس فيه حاجة عاوز اقولها لساعتك ام من حوال اصدقك اجي واحد جعت جنب مني وقال لي دي فيلا ادهم بيت ديناري قلت له لا دي فيلا بسام بيه شكل ايه الراجل ده بتقدر تصفه ما خبيرش يا بيه اه عندك حالة انا عايز تقولها لا يا بيه طب الانبي اذا كنت بتعرى البطن دي ولا اختي قبصم يا بيه بصام قرار ما نحن رئيس ميادة الجيزة استدعاء الشارد الساعة الثانية عشرة زهرة على ان تقوم الميادة باستدعاء باق الشهود الساعة العشرة صباحا لاستكمال التحقيق وقد اقفل المحضر على ذلك في ساعاته وتاريخه موسيقى 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 لو سمعت القطر ده بيوصل ساعة كان يعني في حدودة 2-2 أوروب طب نتشكر لا انا بس تقولي كده هو انا غريبة عنكم ولا انت لسه حاس ان غريبة بالحقس يا صفوت انت عز الناس عند بابا وانت عرف كده كايز اوي سلامك عند بابا بس وانت انا كمان الناس اشتركوا في القناة 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 لا سادق بس كنت احلي بحاجة رخيصة شوية بس لشرفك ده يالي قوي اسمع بقى انا طولت بالي عنيه اي كلمة تاني حاط على لسانك لازم تعرف بقى محترم انه هودا ديه المراتي مراتك ايوه مراتي شرعا وقالونا وبعدين احنا مش محتاجين لمساعدتك بقى خلاص ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني يلا طبر وقال لها هجيبلك الامن يطلعك بالقوة ويعملك في ضيحة انت أعرف بقى لي نادر بقى يا ابدائ休ibe انا مش موجده لك استعم Turbo اليين للأدر انا شايفك حنعمل ايه باولك ايه لم اتدومك وروحك تيل تاني يلا بصراف نروح في ايه بلق عن مين؟ عن أدهم الديناري وهدى يبقى يا بني لما يلاقيهم يلا حمدتي يلا هي دي كل الحجاب؟ ايه بفنة محمود خذ الأسامي دي وعنهم ولاجه يبين عندي وقت الصباح انت قلت اللي شركك اسمهم أدهم الديناري وبنت هدى ايه بفنة بس انت حرية تأثبت ان مبيش حد بالاسم ده صريح ان اسمه مكتوب بالدفتر النزلاء بالفندق بس مبيش حد بالاسم ده ايه رأيك؟ ايه بقى كان اسمه مصور يعني ايه اسمه مصور؟ ليه ما تكونش انت قبوه متفقين مع بعض؟ متفقين ازاي بس يا فندم؟ هو راجع بلق عن نفسي بلقت عن نفسك لانك حزيت انك حتنكشم يا فندم والله العظيم ان خدعتي فيه انا صحيح بدلت في اسم الشركة لكن ما كنت الشرك معاه هو كما فاهمني انه حيسدد الفلوس في اقرب وقت وطبعا هلق بالفلوس كله؟ لا معايا مت الف جنيه بده هو ده اللي فضل معك؟ ايه يا فندم فيه حاجة تانية عايز تقولها؟ هيا يا فندم ما عايز اقول اني بريء واني باكمت الشركه؟ زيك يا صفد تجايد يا محمد ماشا عايز حد يدينفع عني صفد انا قريت الحادثة في الجرمان وعشان كده بيتلك لازم اعرف كل حال يا صفد عشان ساعدك عشان مقدر ادافع عنك أعنديش حق أولها لك صفوة أنت موقفك حرج جدا في القضية لازم تساعدني ممكن يحكموا عليك بخمس سنين عشرة ساعدني على الأقل ياخد حقني مخفف لازم تساعدني يا صفوة لازم تساعدني أنت لازم أعرف أكلهم شكرا لازم أتدرك لازم أتدرك لازم أتدرك لازم أتدرك للحكومة نفسهم محرفش عنهم أي حاجة حد لو بعد عشرة سنين ها تدرك تدرك أحب تدرك حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صفوة اسماعيل بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة لا بريد بريد لازم أتدرك